قرار باكستاني جديد بإحالة ملف النزاع على إقليم كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية حيث صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي بأن إسلام باد اتخذت القرار بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار وكانت باكستان طلبت في مطلع أغسطس من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامعة كشمير التي لطالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدوليتين النوويتين وعلى إثر ذلك عقدت جلسة مغلقة لمناقشة أزمة كشمير والتي تعتبر الأولى منذ نحو خمسين عاما ولم تخرج بإجراءات عملية على الأرض وهو الأمر الذي دفع إسلام باد لنقل الأمر إلى المحكمة الدولية كما قال مراقبون من ناحية أخرى قال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن الهند لا تحتاج إلى هيئات دولية تتدخل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاع الحكومة الهندية على كيفية إدارة البلاد ترجمة نانسي قنقر